الناحية الهجومية ده أبرز ملامح تشكيل النادي الأهلي لعبة النادي الأهلي ميدو جابر سعد سمير وعودة مرة أخرى للأجواء المحلية بعد رحلة المنتخب في غانا كابتن حسين البدري والتركيز الكبير أيمن أشرف اللي كان متواجد بقوة في لقاء تلفونات بنسويف ودي محمد هاني اللي تحدثت مع حضراتكو محمد هاني من اللعبة اللي بتدي لك برضو ما شاء الله حلول كتير جدا أنه بيجي دي اللعبة فيه كذا مكان نفس الشيء أدي حسين السيد ودخوله بقى لتناول وجبة الإفطار الموضوع ده مركز فيه دكتور هاني أخصائي التغذية بشكل كبير والنادي الأهلي برضو مرارا وتقرارا النادي الوحيد اللي في مصر اللي عنده أخصائي التغذية جونير أجيه حبيب نوانكو كانو نجم النيجيري الكبير وهو مسأله الأعلى في الكرة النيجيرية نفس الأمر أدي شايفين أمام حضراتكو وليد سليمان واحد من كتيبة الموهوبين اللي عنده حلول كبيرة جدا بتحللك أزمات كتير زي حلال الأزمات اللي أمام حضراتكو أحمد فتحي ونيولوك العمرة عبدالله السعيد بيظهر في الكدر نادي الأهلي برضو يا جماعة لما بيكون في مكان بيصنع الحدث يعني الكل بيحب يتابعه كل يحب يشوف اللعيبة النجوم وهي نزلة من اللوبي نزلة إلى قاعة الأكل في أي مكان قاعة المطعم وليد أزارو هل يعود للتهديف مرة أخرى أو يعاود التهديف بعد بداية بقى مشوار التهديفي في المصابقات المحلية أمام تليفونات بنسويف وده هدف مهم جدا اللي جابه وليد أزارو لأنه هديله إتمكنان وثقة بعد الشيء في قبل مرايط النهار ده حمودي اللي كان غير موفق في اللقاء تليفونات بنسويف عمل كل حاجة وضيع حتى ضربتين جزاء عمل كل حاجة في الكرة غير إن الكرة تخش في الجون كان ليه كرة في العرضة ولكن حمودي أكتف جدا جدا مؤثر على المرمى من اللعيبة اللي عندها جرأة سواء في موقف واحد ضد واحد ومن اللعيبة اللي دايما بتلاقيها بتسدد كتير على المرمى السلية كلمت عليه بشكل مهم وأيضا مع كابتن سيد معاوض اللي دايما بنعرف قيمته بعد ما يبطل يعني أنت في منتخب مصر وفي النادي العندية الكبيرة بتعرف قيمة سيد معاوض بعد لما يبطل ودي بقلت لحضراتكو وجود نجوم النادي الأهلي في أي مكان بتصنع الحدث زي ما حضراتكو شايفين الاحتفاء الكبير من كل رواد فندق معسكر النادي الأهلي قبل الانطلاق إلى ملعب السلام النهاردة النادي الأهلي بيلعب في ملعب السلام لأن الانتاج الحربي هو صاحب الأمر الأرض في هذا اللقاء ميدو جابر من اللعيبة برضو اللي كان عندها إصابة في الفترة الماضية ولكن ربنا كده يشفي دايما ويكون في أعلى جاهزية عشان كده كتر حسن البدري ضموا لمباراة في قائمة المباراة اليوم نفس الشيء أحمد ياسر ريانو ده حارس الفريق التسعة وتسعين محمد عماد من النجوم الصاعدة الوعيدة في النادي الأهلي النادي الأهلي خلينا أقول لحضراتكو أيضا أن كريم ندفد وبيتعاف وبيتدي شارك فيه التدريبات الجماعية كان بيواصل برنامجه تأهيلي مع محمد نجيب مدافع الفريق أيضا من اللعيبة المهمة جدا محمد نجيب واللي دايما خلوق ما بيعملش أي مشاكل فتسمعش صوته ووقت ما تطلب محمد نجيب بتلاقيه جاهز ودايما لازم نشيد بدور محمد نجيب من ناحية الفنية ونفس الشيء من ناحية الأخلاقية لأنه لعب نموذج الصراحة لكل الشباب هذه الشباب أيمن أشرف وطبعا ما بقاش بقى يعني ما بقاش من اللعيبة السعدة خلاص أيمن من اللعيبة الكبيرة مؤمن زكريا وعودة من رحلة المنتخب سواء في السعودية أو طبعا مع وجوده في غانا مؤمن من اللعيبة الأسكية في تحركاتهم داخل الملعب يعرف يجري في ظهر الديفنس بشكل رائع وبيخلق لنفسه المكان اللي ممكن يحرص فيه أهداف عشان كده النادي